اليوم سنحكي لكم إن شاء الله معلومات صادمة جداً جداً عن فقر الدم أول معلومة صادمة لماذا فقر الدم؟ أكثر من مليار ونصف حول العالم مصابين بفقر الدم يعني من أكثر الأمراض المنتشرة يعني ما في بيت إلا عنده فقر الدم الموضوع المعلومات التي نتكلم عليها في غاية الأهمية يجب أن تستفيدوا منها هل تأخذ فقر الدم؟ والله يعني أتوقع لا مع لك بيبة والهدف لا توقع لا توقع أه نضع يعني أنا عندي أفقر دم طيب ممتاز إذن خلينا نبتدي ممكن نشخص أعراض فقر الدم قبل أن نذهب الطبيب وبعدها نذهب الطبيب يعني قبل أن نقوم القحط سنلعب لعبة أنا ومش أنا بس من أن نقوم القزم إنه نحكي الحقيقة حاضرياً معلومة بسيطة ولعبة بسيطة عشان الجمهور يستفيد يلا حلاص؟ وحيات الأخوة لأولي الحقيقة أنا ولا مش أنا؟ تفضل الشيف طيب هلأ يقول أعراض إصابتكم أم لا؟ أنا أو ليش أنا؟ أنا أو ليش أنا أربع أو خمس أعراض منها يجب على الطبيب على الطبيب على الطبيب أوكي يلا من فيكم يشعر بالتعب؟ أنا؟ أوكي تمام؟ من فيكم يشعر؟ أنا هنبدأ من الأخف للأعمق من فيكم يشعر بالدوخة؟ أنا؟ ليس أنا، بدأت توزع من يشعر أن بعض الناس يقولون أن وجهك أصفر؟ باهت يعني كثير قليل الصراحة؟ ليس أنا ممتاز من يشعر أنه عنده تفاقد في الشعر؟ أنا 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 لأنه أنا إهترفة إنت حقا هو بالدوذر؟ أنا عارض أنا أخبر فرطت هذه الآخرت فيها أجنبي صحيح؟ أوكي دعيها لأحد المشاهدين يعرفوه لا بدأت معاه أو غدف طبيب من عنده نبط قلب سريع بدون ما يحب؟ يعني كثير أليل جده؟ برضو مش انا ممتاز تمام مين عنده صدع مستمر انا بتعني اخفر الدم صح انا مش انا ممتاز مين عنده عدم تركيز الاطفال عندهم عدم تركيز في المدرسة مش انا طيب اولاء الحواليكم مش انا ممتاز طيب الان مين بحس انه بزيد في الوزن هو ما بيأكل كثير انا اوكي ليه لانه بعض الاحيان لما يكون الهيموغلوبين او نقص الحديد عندنا ما بيوصل اكسجين بشكل كبير فبالتالي اكتر حاجة بتساعد على الحرق عندنا هي الاكسجين فلما يكون عندنا في نقص الاكسجين فبسرع عنا اللي هو السرنة طيب نبدأ بمرض اسمه بيكا هذا المرض منتشر بكثرة الناس الامهات دائما يسمعوني دائما يفتكلوا الناس مرضى نفسيين او تعبانين او فيهم مس او فيهم عين او فيهم جن لا تخطر الله طيب مين فيكم بيأكل شعره في ناس في ناس بالله شعرها اه ليه لانه من كتر نقص الحديد والزنك والمعادن الموجودة في الجسم بحاولوا عوضوها عن طريق الاكلات الغير مغزية طيب مين فيكم بس ايش عزك يعني بيأكل الشعر يعني بيأكل يعني بيأكل يعني بيأكل يا حرم او بنتف كتير شعره والله والله لا يا عبدالله مش تبريم تبريم شواربك عبدالله انت بتفكر بلقطة هو بطول بنشعره بوكب اه الاكلات اللي بتدخل عن طريق الفام الغير يعني عادي عادي عبدالله ما في خوف لا تخاف وبعدين لو استمرت الفترة مش مرة واحدة اكل شعره خلاص صل عنده فكر في الدم هذا مرض اسمه بيكا مين كان بيأكل الطبشير في المدرسة لا اقسمتوا اه اتوقع اه ايوا والله يمكن جربتها مرة انا جربتها مرة طيب كيف طعمها بيأكل ما هي ليمونك مين جرب يأكل طين او التراب انا 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 اوكي انشأك بيقف الناما في صندوق الفترة انا في الصندوق الغير يعني اه اعن ونطويب اه ها اه اه 어ه اه 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 هو الاطفال اكتر هم الاطفال هنالنساء الحوامل اكتر عندهم فكر في الدم فلاجم ينتبه عن هذا الموضوع طيب مين اكل وهذا منتشره فشكل كبير الصابون Uh no لا كنت أكل م حيات اه اه دون تحل ما يشعر طيب اه طيب الاحمرهkinsاذ عبدالله اه المحيات أبضل الله ينزلنا بصرحة مين بيأكل طلاء الأطافر أو بيحب ريحته؟ أنا بحب ريحته، لكن لا أكله بحب ريحته، بحب ريحت البنزين البنزين روعة السيارة الجديدة بحب ريحت بس أكل هلاء طبعاً بس في ناس تأكل موضوع هذا بس كيف يعني؟ بحطوا على الأطافر وبيعضوا بحاولوا يعوضوا النقص اللي عندهم الله يشفيهم وعافيهم يا رب العالمين طيب هنا نشوف الناس وهذا لازم صادمة جداً مين بيحب يأكل أس كريم وتلج بشكل كثير؟ ليس أنا ممتاد، في ناس كثيرة بتأكل أس كريم وبتأكل متلجات وتلج وهو بيكون عنده فقف في الدم الأم تضروف الولد بس ولك بس ولك وبكون عنده فقف في الدم فلا بد أن يبحث هذا هذا اسمه مرض بيك كل ما نقص عننا الحديد كل ما صارت عننا هذه الأعراض أكثر وأكثر وأكثر كيف نعالجها عن طريق العلاج الحديد وعن طريق الزنك والأشياء هذه كلها؟ هذه أول أعراض الذي لديه أربعة إلى خمس أعراض أو لديه نوم بشكل مستمر أو صداع يجب أن يتوجه للدكتور والتحليل سهل جداً لا يوجد أي مشكلة حسناً سنأتي إلى شيء آخر وهنا نقول هناك أشخاص يقول للدكتور أن نأخذ حبوب الحديد ومع ذلك لا نستفيد منها نأخذ شهر شهرين ثلاثة أربعة مضبوط في 41 يوم أنا أخذت كورس حديد واستفدت وطلع الحمد لله يعني شوائي ممتاز دعينا نقول أن هذه المعلومة أنا أخذت إبرة هذه العديد ولكننا لا تحصنا بعدها ممتاز نحن نغرر لعبة ثانية هذه هذه يشكلها أحلى اللعبة هذه رهيبة أخوة هيا هذه رهيبة هيا هل هذه صح أو خطأ؟ طيب؟ ددي ددي البرتقالي صح والأصفر خطأ البرتقالي شو؟ صح والأصفر؟ غلط البرتقالي صح والأصفر؟ غلط البرتقالي صح ضعي الأصفر غلط الآن نقول الناس لا تستفيد من الحبوب الحديد لماذا؟ لأنها تأخذها طريقة خاطئة الحديد مثل ديك لا يحب الشريك حسنا أول معلومة عن الحبوب الحديد هل حديقة صح أو غلط؟ الحبوب الحديد تأخذ على معدى فاضية؟ صح لا، غلط لا يجب أن تكون مليانة شاهدت المعلومة كيف؟ أه وهاجنا صح؟ لا صح والله والله الناس الذين لديهم غثيان نأخذها على معدى فاضية ولا يحب أن يكون معها أي حاجة هذا هو أول حاجة لأن الجسم يستفيد منه بشكل ممتاز إذن إما قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين لكن الله يتعدلنا من هذه الحديد نعم الإخراج أو الأشياء هذا ما يفهول؟ طب ليش شوال أول جيمة نعم هؤلاء من جماعة التي لم يغششوا بالإمتحان المنصف مع حبوب الحديد والجميد والمأسكى صح أو خطأ؟ أنه في حديد وفيها؟ لا لا تأخذ حبوب الحديد في نفس التوقيت نحن نتحدث عن نفس التوقيت يمكن أن تأخذها بعض ساعتين أو ثلاثة عادي لكن عندما تأخذ منصف يمكن أن تأخذ حبوب الحديد صح أو خطأ؟ الكالسيوم خطأ 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 الكالسيوم يؤثر على الحديد سلام عليكم والجميد ماذا؟ كالسيوم خطأ خطأ هناك أشخاص يأخذون مضبوط مدام كالسيوم إذن اللبن والزبادي والجبن كل شيء خاطئ نرى المراهة حبوب الحموضة صح أو خطأ؟ كيف؟ عندما تأخذ حبوب الحموضة مع نفس حديد في نفس التوقيت أنا مع الفارغ لا أعطي مشكلة لكن نفس التوقيت مثل البنات أكثر سأخذ خمس حبات مع بعض كلها مع بعض فايتمين وحديد أنا لا أخذ أنا أروح أخوي دكتور أخوي دكتور وأنا أخوي دكتور ما يعني؟ وأنا دكتور يا جماعة أخوي دكتور أخوي دكتور أخوي دكتور لا أخوي دكتور مضبوط عن طريق الأكل الذي تفعله ما شاء الله بالضبط أخوي دكتور حبوب الحموضة مع حبوب الحديد نفس التوقيت صح أو خطأ؟ أنا سأذهب مع المعلومة التي أخبرتها بالأول أنه لا يحب الشريك سأذهب سأذهب أحسنتم مضبوط لأن حبوب الحموضة تغلّف المعدة فبالتالي لا تستفيد أكثر مضبوط حسناً مع الشاي؟ مع القهوة مع الشاي يكسر الحديد يا سلام صح أو خطأ؟ أتوقع أن يكسر هؤلاء يكسر الحديد هل تتأخذ مع الشاي؟ لا 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 تتأخذ أحسنتم هذا غلط هناك الكثير تتأخذ طيب هنا الميا طبعاً مع المياه لا يتوقع لك لماذا؟ حتى يستفيد الجسم يستفيد الجسم أحسنتم ممتاز جداً بالله عليك أحسنتم أحسنتم طب هلّا صح؟ تعليلك تبريرك تبريري؟ أيها صح تعرف لي فكرت أنه صح يمكن أن يقول لك عندما تأكل سبانخ والأشياء التي فيها حديد عندما تزيد عليها الليمون لأنه تأخذ تأخذ أياسك والله علينا يا سلام أين كنت تكتب من قدامك؟ أنا دائماً دائماً بصراحة أو مزح؟ لا بصراحة بصراحة من طلاب الأول ما شاء الله طبعاً إذن نصف الليمون مضبوط صح؟ هون الشاطرة هون بتتوج مع اللحمة صح أم لا؟ سوف محلها هذا اللحمة أولاً بتاع بفلوس بشتري كثيراً تكبلون ويز مع اللحمة صح؟ سبيل غش ما على اللحمة اتوقع أنه عادي صح؟ صح؟ أنه عادي صح؟ ايجب أنه عادي صح أحسنتم مع البروتين بس المبرر مباب مع البروتين ممتاز صح مع البيض برضه بروتين ممتاز لأ أنا أقول تصوص البيض المسلوق تصوص البيض المسلوق تصوص البيض المسلوق تصوص البيض المسلوق دائماً تحاول تأخذ حبوب الحديد تبعد عن أي حاجة إذا عندك غثيان أو الجهاز الهضمي عندك تعبان يمكن أن تأخذها أثناء الأكل لكن أفضل توقيت ما قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين أو ما قبل النوم ليس معناته أنه لا أأخذ حبوب كالسيوم أو فيتامين حبوب الغدة الدرقية هل تتأخذ مع حبوب الحديد أو لا؟ غدة الدرقية غدة الدرقية تتأخذ صح أو غلط؟ غلط سامير يفوزي سامير يفوزي سامير يفوزي مع نفس التوقيت خطأ لذلك الناس الذين عندهم خمول في القدة الدرقية وعندهم فكر في الدرقية نحن نتعالج وتساقط الشعر السم والزمير نحن نتعالج وللسا سمنا عندنا مستمرة أنا أتكلم عن أهم مصادر سريعاً خلال ثلاثين ثانية أهم مصادر الحديد ليس السبانخ أهم مصادر الحديد اللحوم الموجودة للأعضاء الداخل في اللحوم الكبدة الكلاويت البنجر والتمر المخرج يقولون الشمندر والشمندر أحسنت فهذه المعلومات مهمة جداً جداً والورقيات الخضرة مع طريقة صحيحة لاستخدام الحديد عالج السبب هناك ناس عندهم بواصير هناك نزيف الأنط فمهما ختموا الحبوب الحديد إنه لسه في سيلان دكتور صراحة استمتعنا جداً صراحة حابين نستزيد لكن تعرف دائماً بس عن جد استمتعنا أنتو الاثنين لفستوا والله يعني كل العاديو فتنا على صدقهم والله شكراً شكراً